ده كان بالنسبة للمتخب مصر الشباب نروح بقى للنادي الأهل وقطع الناشئين بالنادي الأهلي ونروح نشوف آخر النتائج مع جرافيك 2006 2006 اللي بيقوده كابتن سيد غريب ما شاء الله اللي عاملين نتائج مميزة لعبوا أسبوعين هادلوقتي ما شاء الله فازوا في الماتشين في الأسبوع الثاني كان النادي الأهلي باي ملعبش كان مريح في الجولة دي لإسماعيلي فاز بربعية أمام سموحة 4-2 وأيضا فوز النتاج الحربي على سموحة 2-1 وفوز كبير للمقاولين العرب على نادي البنك الأهلي 7-1 وفوز بيرامدس على مصر مقصة 2-1 وفوز إنبي على المصري 3-2 والتعادل السلبي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك 0-0 نروح بقى للأسبوع الثالث الأسبوع الثالث اللي شارك فيه النادي الأهلي وزي نقول لحضراتكم فريق 2006 محق العلامة كاملة من جولتين 6 نقاط النادي الأهلي فاز على سموحة في موراة قوية كانت فيه النادي للأهلي في ملاعب الناشيين 1-0 وفوز البنك الأهلي على وادي دجلة 2-1 التعادل الإيجابي المصري مع بيرامدس 1-1 وفوز إنبي على الزمالك 3-2 إنبي من الفرق القوية في بطولة 2006 وفوز مصر المقصة على سيراميكا كليوباترا 2-1 ده كان نتاج 2006 أيضا نروح نشوف مباريات الأسبوع القادم نشوف استعدادات الناشيين بقى والمباريات القادمة خاصة إن احنا عندنا مباريات قوية في قطاع الناشيين الأسبوع القادم زي ما احنا شافينه قدام حضراتكو الأهلي وإنبي هتبقى يوم 17-12-2003 الأهلي والإسماعيلي 2006 تبقى مباراة من العيار الثقيل 2006 يوم 18-12 الأهلي والإنتاج الحرب المباراة ده هتتلعب في ملاعب الإنتاج الحرب يوم 19-12 وأيضا الأهلي والإنتاج الحربي 21-12-2001 والمباراة الأخيرة هتكون 2003